اشتركوا في القناة واللي يقوم بها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة لبلد الثاني مملكة البحرين واللي اتتوج واحدة من اهم مراحل التقارب والتعاضد بين البلدين الشقيقين ولا شك ان زيارة فخامة تكتسب اهمية خاصة بالنظر الى عدد من المعطيات تأتي في مقدمتها ما تمثلها العلاقة البحرينية المصرية كونها انموذج يحتذابه في العلاقات الثنائية اللي يجب ان تكون بين الدول نظرا طبعا لما تتسم به ايضا من خصوصية بين قيادتين البلدين والشعبين الشقيقين وتعد نقطة مضيئة في سماء العلاقات الثنائية على الصعيد العربي وذلك كله نتيجة للاهتمام والحرص اللي يوليه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وأخوه فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي واحنا في مملكة البحرين نقدر عاليا الجهود اللي يوليها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي واهتمامه وحرص فخامته على تحقيق الأمن والاستقرار في مملكة البحرين ومنطقة الخليج واللي تنعكس على مواقف وأحاديث وتصريحات فخامته اللي تأكد على أن أمن الخليج واستقراره من أمن واستقرار جمهورية مصر ومن هالمنطلق تتجل الرؤية البحرينية المصرية الموحدة اتجاه المواقف الثابتة في رفض المساس بسيادة الدول والتدخل في شؤونها الداخلية والتنسيق المتقدم في كافة القضايا والتحديات اللي تواجه المنطقة والعالم وعلى رأسها محاربة التطرف والإرهاب والانطلاق من رؤية واحدة تقوم على إخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل إلى جانب التطابق الكبير في مختلف القضايا الإقليمية والدولية وإن تتبع التاريخ الطويل والممتد وما وثقته ذاكرة العلاقات الأخوية بين البحرين ومصر اتأكد أن العلاقات بين البلدين ما عرفت سوى التلاحم الرسمي والشعبي والتعاون الاستراتيجي في مواجهة كافة المخاطر والتحديات المشتركة وأحنا في مجلس النواب ننطلق من روح العلاقة الأخوية المتجذرة لتوسيع النطاق التعاون على المستوى البرلماني والبناء على كل ما تحقق بيننا من تنسيق كبير في جميع المحافر البرلمانية الإقليمية والدولية وطبعا ما يفوتني أن أشيد بدور الأشقاء والأخوة المصريين ومساهمتهم في تحقيق التنمية الشاملة لمملكة البحرين خاصة في المجال التعليمي والتربوي وبهالمناسبة نتطلع جميعنا إلى تعزيز التعاون والتقارب وتحقيق الغايات المنشودة في كافة المجالات وخاصة في المجال الاقتصادي والاستثماري والتعاون في إطار الجهود الرامية لتحقيق الأمن الغذائي والمائي وخلونا ندعو جميعا الله سبحانه وتعالى أن يسدد القيادة في البلدين الشقيقين لما فيه الخير والصلاة وبما يزيد في وثاقة العلاقة الضاربة بجذورها عمق التاريخ إذ تتنامى حاضرا لتزداد رسوخا في المستقبل معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر